لليوم الثالث على التوالي تتواصل فعالية منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 الى 17 من ديسمبر الجاري ويشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على تسعة محاور رئيسية على مدار ثلاثة ايام وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة حيث شهد المنتدى اليوم الاثنين انعقاد العديد من الجلسات حول الامن الغذائي والبيئة والمناخ وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعية والاتحاد من اجل المتوسط وتمكين المرأة والفن والسينما وتأتي زيارة روبوت سوفيا لانتدى شباب العالم لتكسيد احلام الوصول الى ذروة التقنية كي يقابلها شباب مصر والعالم ضيوف المنتدى الذين وصل عددهم الى ما يزيد عن سبعة الاف شاب ويتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة تزين جدول اعماله لا سيما الافكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف انحاء العالم فيشهد العام الجاري للمرة الاولى اطلاق منصة انسباير وحاضنة اعمال منتدى شباب العالم اضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مصرح شباب العالم والمنطقة الحرة ونموذج محاكاة الاتحاد من اجل المتوسط وتتضمن اعمال المنتدى عدة محاور منها التحديات الراهنة للامن والسلم الدوليين واثر التغيرات المناخية على الانسانية والتميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي وكيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة والتعليم الفني والتدريب المهني وتطوير بيئة ريادة الاعمال وسبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة والامن الغذائي في افريقيا وتطبيقات ورؤى شبابية للحفاظ على البيئة احنا هنا في مصر بنبزل برضو جهد كبير جدا في اجراءات او في ملف التحول الرقمي وفي ملف دعم التشغيل من خلال المشروعات الصغيرة المتوسطة ومن خلال برضو موضوع انتوا اتكلمتوا فيه وموضوع مهم جدا خاص بالبيئة نحن نقوم بخطة ضخمة جدا للتعامل مع البحيرات المصرية التي تطلع المتوسط واحنا بنتكلم في خمس بحيرات وبنبزل فيها جهد ضخمة جدا كنت اتمنى ان هي من باب بس للطرحة وان احنا كنا عرضنا على شباب العالم اللي موجود معنا جهد مصري خالص بدون حتى يمكن يكون دعم خارجي احنا بنتعامل مع 250 الف فدان بحيرة 250 الف فدان بنغير كل اللي حدث فيها من اهمال خلال سنين طويلة نعدها الى حالة بيئية قد تكون هي الافضل خلال الخمسين او ستين سنة اللي فاته فمؤتمرات الشباب وفقا لما قاله رئيس السيسي بصفة عامة ومنتدى الشباب الذي يؤقد مرة كل عام يعد فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية وليس لها خصوصية الحالة المصرية مؤكدا ان منتدى شباب العالم فرصة لاستدعاء موضوعات تهم كافة الاطياف ولفت الى ضرورة الانتباه الى خلق وظائف جديدة لاعداد الشباب لسوق العمل القادم اسراء سعد اخر نهار